اهلا 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 وسهلا بحضرتكم يرب تكونوا بخير وعالي العائل الكوارث الطبيعية كتيرة ومتعددة ورحمة ربنا سبحانه وتعالى ان احنا الحمد لله والشكر لله واللهم لا حسد من البلاد اللي قليل فيها مثل هذه الامور والبعيدة كل البعد مثلا عما سألت البراكين موضوع الزلازل حصلت لنا انا متذكر كويس اكتوبر 92 ده يوم لا ينسى بالنسبة على الاقل للجيل بتاعنا والاكبر في موصلة 22 سنة كان عندي 17 سنة كان يوم لا ينسى وتعلمنا بقى وقتها يعني ايه التوابع ومش عارف لو حصل حاجة مش عارف تنزل تحت الترابيزة ولا المكتب مش عارف ما تستخدمش الأسانسير وتستخدم السلم شوية حاجات زي كده لكن لازم نفهم اولا الزلازل دي بتحصل ليه هل من الممكن لا هو مش ممكن هو بالعلم احنا خلاص بقينا فاهمين مظلونا شو احنا عايشين في العصر الحجر يعني عارفين انه بيبقى فيه عن طريق المراكز والعلماء وقياسات معينة بيحصل تنبؤ بمسألة الزلزال او اقترابه الهزات الارضية الخفيفة طيب ايه اللي ممكن يحصل هو ده السؤال ازاي نقدر نصمد لو حصل لقدر الله حاجة المباني الطرق البشر احنا بنتعامل ازاي كل هذا الكلام خلونا نتكلم فيه مع الدكتور محمود صلاح الحديدي الاستاذ المساعد بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية منورنا دكتور اهلا بحضرت ازاي الصحة كله تمام الحمد لله بما اني كنت علمي تمام فانا عارف انه الزلزال ده بيبقى تحرك في الالواح التكتونية تمام بس ايوه يعني تصحيح المعروف هي الالواح التكتونية في حالة حرقة دائمة حلو زي ما حرطك تسمع يقولك ان قرط افريقيا بتقرب من قرط اوروبا ايوه فالزلازل بتحصل على الحدود التقاء الكارات عظيم الحدود دي بيبقى لها ثلاث انواع يقام حدود تباعدية زي ما بيحصل مثلا بين صفيحة العربية في الشرق والصفيحة الافريقية في الغرب فيبتدي يحصل عملية التساعد البحر الاحمر فدي اسمها حدود تباعدية يعني البحر الاحمر بيتسع بيتسع يعني كنا ناخد زمان انه البحر الاحمر هو كنتيجة زلزال كبير كل الستركشورز الجيولوجية اللي موجودة على مستوى العالم هي نتيجة معظمها بيحصل نتيجة زلازل لان هي زلازل هي بتعمل الانرجي وتعمل الفوالي وتعمل تصدعات في القشر الارضي ماشي طيب فيحصل تصدعات تؤدي الى اتساع الفوارق زي اللي حصل مثلا في البحر الاحمر تمام كامل افن النوع الثاني من الحدود اللي بين القرات او الحدود بين القرات فيه حدود تصادمية تمام وده على سبيل المثال زي ما بيحصل مثلا بين ايران وشبه الجزيرة العربية بيحصل تصادم فبتعمل تصادم ده باكله مفيش صفيحة من الاثنين في نتيجة فرق الكسافات تقدر تغوص تحت واحدة زي ما فبتدي بيحصل تصادم وبتعمل الحركات البانية للجبال فتلاقي الاماكن دي فيها جبال عالي زي اللي بودها في رقم الوضع التالت ان يحصل حدود تصادمية لكن في الحالة دي نتيجة الاختلاف الكسافات تبتدي احد الصفحتين تغوص تحت الصفحة الاخرى وبالتالي ده اسمها حدود باسمها Subduction Zone او غط تمام وده زي اللي بيحصل بالضبط ما بين قارة افريقيا وقارة اوروبا فانلاقي قارة افريقيا بتقرب من قارة اوروبا فبيحصل حدود او Subduction Zone حدود التصادم دي لكن في الحالة دي التصادم ما بيكونش فوق سطح الارض التصادم بيبقى فيه فيه صفيحة بدغوص تحت التانية فده بيعمل بانواع الزلازل القوية فالزلازل القوية الزلازل القوية اه الزلازل القوية بتحصل على الحدود بين الصفائح التكتونية فعشان كده لما بنيجي نقر يقولي والله ده مركز للزلزال مش عارف في أبروس لا ده مش عارف عند مالطة لا ده في تركيا ده بسبب كده بسبب الحركة ان دي منطقة زلازل تمام ده اللي بنسميه حزام الزلازل وبالتالي الحدود اللي بيحصل عليها الزلازل عند القرارات دي بعضيها او صفائح التكتونية البعضيها ده بيكون ما يسمى بأعزمة الزلازل طيب برضو من اللي احنا قدر استطاعتنا نقرأه من تقارير صحفية من محاولات قراءات اكثر اتساعا قدر الامكان عارفين خلاص انه بيبقى فيه مراكز للاستشعار بيبقى عارفين انه حضرانكم بتقدروا تحددوا انه ممكن في الفترة دي يحصل زلزال ولو حصل من المحتمل انه يتبقى قوته كذا الى اخير ويمكن احنا مؤخرا عارفنا انه كان فيه باحث هولندي تنبأ بهذا الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا وحدد تقريبا القوة بتاعته على مقياس ريختر بس كان السؤال انه ولماذا لم يلتفت احد طيب مبدئا حارتك احنا زي ما شرحت لحارتك وعارفت حارتك احنا اماكن حمسة الزلازل عارفينها كويس لكن امتى الزلزال هيحصل ده اللي محدش عارفه خالص نهائي مقدرش مثلا اقول ايه انه في غضون شهر فيه احتمال لا لا انه فيه حركة معينة التنبؤ الوحيد اللي حصل بالزلازل كان حصل سنة 1975 في الصين وده كان حصل ان بدأ تحصل بعض الاشارات وبعض الزلازل تحصل في منطقة ما فتوقع ان يحصل الزلزال كبير وفعلا اخلوا المدينة وحصل فعلا الزلزال بعد ان اخلوا المدينة بحوالي اربعة ايام سنة 1975 حصل في نفس المكان زلزال اقوى من الزلزال الاول اللي هو في سنة 1974 وتوفى حالة الوفيات في الزلزال ده كانت 140 الف لا حالة وفعي فبالتالي التنبؤ بالزلازل ده لحد دلوقتي مسألة صعبة جدا ومعقدة جدا ومحدش قدر ينجح فيها لكن احنا عارفين ان زلزال هيحصل فين لكن هيحصل قوته هيحصل قد امتى ده السؤال محدش يقدر يجوا طيب ليه ساعات نقرأ انه زلزال مثلا قوته سبعة ونص على مقياس رختر تسبب فيه ضمار شديد وزلزال اخر برضو على النفس المقياس ما تسببش فيه ضمار اكتر اكتر حاجة بتأثر فيه الضمار الحاصل من الزلق مكان الزلزال فين لو افترضنا ان مكان الزلزال في اليابسة في خصة منطقة سكنية زي الحالة اللي احنا فيها بتاع الزلزال اللي حصل على الحدود بين تركيا وسوريا هيحصل ضمار كبير جدا لو الزلزال فيه مثلا منطقة بحرية على بعد 100 او 120 كيلو من الشواطئ فبالتالي هيبقى معظم الطاقة بتاعت الزلزال هتتفرغ في مكان البقرة وحيبتلي تنتشر الموجات الزلزالية ولكن بقوة اقل فبالتالي هيبقى الكبوتة التدميرية اقل طيب هل الزلزال لو حصل في بحر او محيط يؤدي الى ارتفاع موجات مادية او الموجات المعروفة وبالتالي قد يؤدي الى ضمار ما هي لما الزلزال يحصل في الابنسيز البحر المفتوحة اللي فيها كمية مية كبيرة ويحصل مع الزلزال ده حركة رأسية نتيجة الكسر اللي يحصل في حركة رأسية فيبتدي عمود المية ينتقل في افتجاه الشواطئ وده بيتكون موجات السنام فعشان في مجموعة عوامل كده لازم تتوفر عشان نقدر عشان الزلزال يولد السنامي كمية المية كم كبيرة ان الزلزال نفسه ما يكونش في الحركة اوفقية بس يكون حركة اوفقية ويكون معها حركة رأسية كبيرة فيبتدي بتقدر تحرك كتلة المية لحد ما تتجاه نحو الشواطئ وتسبب التسنامي طيب التسنامي ده ممكن يحصل في البحر وإلا هو بيحصل محيطات بس لا البحر متواصل حصل فيه التسنامي حصل فيه موجات التسنامي قبل كده من زلازل التسنامي زي اللي احنا شوفنا لا مش بنفس الشدة بتاعة زلزال سمطرة بتاعة 24 ولكن حصل وحصل خسائر ده كالسة 1303 ده موزبة تاريخية 1303 الحمد لله ان احنا مشوفناش حاجة زي كده والتسنامي زي برضو زيها لان باعتبارها انها جاية بالاساس بسبب زلزال بيبقى صعب جدا او فيه استحالة لتوقعها توقع هتحصل امتى انه متوقع ان هي هتحصل او لا طالما حصلت قبل كده في التاريخ يبقى احتمالات تكرارها ورد طيب بما انه احنا بنقرب من افريقيا احنا كافريقي بنقرب من اوروبا وانه الجزء الافريقي بيبتعد عن الجزء الاسيوي هل ده معناه انه خلال الفترة اللي جاي هيبقى فيه زلازل كتير في المنطقة معدلات الحركة دي تقريبا سابتة يعني مثلا ممكن نقول مثلا ان البحر الاحمر بيحصل له التساع بمعدل 11 مل في السنة تمام فالرد ده تقريبا سابت ممكن يقل او يزيد حاجة بسيطة تمام فالزلازل الوريدي بتحصل كتير في المنطقة دي ولكن بتبقى صغيرة يعني ده بك الاجهزة تقدر تسجلها لكن لا يشعر بها البشر لكن احنا يوميا منسجل زلازل في البحر الاحمر يوميا لكن بتبقى قوتها واحد اثنين اثنين ونص ما بتوصلش تلاتة في معظم الاحيان حاجات خفيفة حاجات خفيفة طيب برضو انطلاقا مما نسمعه مؤخرا بقالنا يجي اسبوعين تلاتة كده مش عارف توقف قلب او مركز الارض عن الدوران ثم انعكاسه مش عارف بطريقة معينة عادت انا بقى قريت وعادت فتحت دوكيومنتريز وعادت مش عارف ايه يعني انا عايز اقولك انا ما نمتش تقريبا عادت تقرأ في القصة دي طب لو توقف ده فقيت انه لا ده بيحصل الموضوع ده مش عارف كل سبعين سنة وما الى ذلك بس جزء من اللي قريته انه ده ممكن يتسبب فيه اشكال او موجة من الزلازل لحين انه تنتظم الحركة مرة تانية بتاعت المركز في حاجة اسمها كده او ده شغل مطلوب زي ما بقول لها حالتك ان الكرة الارضية او باطن الكرة الارضية في حالة حركة دائمة اللي بيحصل انه قد تختلف معدلات الحركة دي الاسباب التفاعلات الكيميائية بتحصل في باطن الارض والموجات التفاعلات الكيميائية دي بيطلع عنها موجات كهربية وموجات كهربية وموجات كهربية لكن ايجاد علاقة مباشرة بين الزواهر دي والزلازل لحد دلوقتي ما فيش علاقة مباشرة مثبتة تقدر ان الناس تبني عليها في المستقبل او تتنبأ بحظوص الزلازل في المستقبل باستخدام الزواهر اللي موجودة حاليا طيب حضراتكم كعلماء في مثل هذه الامور بتبقى توصياتكم ايه بشكل عام حتى انه الناس تتجنب قدر الاستطاعة الضمار المتسبب من الزلازل احنا بصفة عامة احنا بنقول ان الزلازل دي هتحصل فبالتالي احنا ناخد كواعد استرشادية نمشي عليها سواء كانت قبل حدوث الزلزال او اثناء حدوث الزلزال او بعد حدوث الزلزال اللي بيها نقدر نقلل الفسار اللي ممكن الزلزال يسببا يعني مثلا لو احنا مثلا زلزال حصل مثلا وفي مجموعة قاعدة من الناس قاعدة في السينما مثلا هنلاقي ان الناس ممكن تتطرف بالسريقة غلط في اثناء خروجها من المكان ده وقت الهزة فبالتالي نتيجة التدافع يحصل حوافيات او اصابات وبعد ما تزلزال يخص نقلل المبنى اللي احنا فيه مجررش اي تدمير ولا اي حاجة يبقى تزلزال نفسه بشه هو العبدان مشكلة لكن تصرفنا اثناء الكرسى او اثناء الظاهرة طبيعيات دي ما بتحصل هو اللي عمل الكرسى فبالتالي الامامة المبتاع ده قسمت التصرفات او التعامل مع الازمات مقبل الازمة اثناء الازمة ما بعد الازمة مقبل الازمة في حالة الزلازم مثلا احنا عندنا مجموعة حاجات لازم نلتزم بيه البنى المباني بتاعك طيب ممكن استأذنك ان تشرح الحاجات دي ما قبل اثناء واما بعد بعد الفصل على طول انا هطلع فصل وبالمناسبة نجدنا خبر ان الهلال يعني شوف انا كنت لسه بتكلم حالا انا هو مع وزوات شاب ورياضة بقول يا سلام لو النهائي يبقى الاهل المصري والهلال السعودي فعلى ما يبدو باب السامة مفتوح اللهم امين الهلال السعودي يهزم فلمينجو البرازيلي وبيصعد لنهائي كاس العالم للاندية الف 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 مبروك لفريق الهلال السعودي الشقيق وده بعد فوزه على فلمينجو البرازيلي في هذه المباراة المباراة واضح جدا انها كانت مباراة شديدة مثيرة وانتهت باقيه بقى تلاتة اتنين يعني تلاتة للهلال اتنين للفريق البرازيلي التهنئة دي بالمناسبة من عندنا برنامج التسع يوسف وابراهيم ورق كل فريق العمل بنقولك يا جماعة ألف ألف مبروك عاش بنتمنى نهائي عربي خالص ما بين الأهلي وشقيقه الهلال بإذن الله اللي هيفوز احنا كلنا مبسوطين يفوز الفريق العربي بإذن الله في يوم من الأيام من عارف يبقى النهائي بتاعنا بتاعكم واحد زي ما نقول كده عندنا في مصر احنا بنقولي يا جماعة بنقول العز واحد لأنه الحلو في الموضوع هيبقى الأول مرة في تاريخ البطولة دي ان احنا الاتنين نلتقي مع بعض يبقى النهائي عربي عربي بكرة بإذن ربنا سبحانه وتعالى الأهلي هيلعب مع ريال مدريد في مباراة خطفة بطاقة النهائي بإذن الله اللي هيفوز بنقصين يا رب الأهلي يلتقي بكرة يلتقي أصلي بعد كده مع الهلال كل التحية لإخواتنا في المملكة العربية السعودية عاش يا رجالة وعقبال نحن كمان والشركة المتحدة الحقيقة بتهني النادي الهلال السعودي بفوزه الكبير على فريق فلامينجو البرازيلي والمتحدة بتهني الفريق السعودي على صعوده لنهائي بطولة العالم للأندية بتهني الشعب السعودي الشقيق بتهني جماهير الكرة العربية بهذا الإنجاز التاريخي جماعة الكرة والرياضة تجمع الشعوب تتجمع كلنا وقفين في ظهر بعض رغم أن في أي حد عاوز يديقنا ولا يفرقنا وإحنا هنكسب إن شاء الله ريال زي ما السعودية ما شاء الله جسمه البرازيليين وبإذن الله يبقى نهائي عربي عربي بالمناسبة فاصل بسرعة عشان عايز أرجع أكمل الكلام في موضوع الزلازل ده مهم جداً بالنسبة خلي بالك أن ده الناس اللي شافت 92 كان صعبة جداً بإذن الله لا قدر الله وعمرنا ما نشوف حاجة زي كده أبداً طيب خلوني أجدد الترحيب مرة تانية دكتور محمود صلاح الحديدي أستاذ المساعد بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفوزيقية بالمناسبة نعايز أقول لكم أنا نفسي مرة أعود مع دكتور محمود بها كده إيه حلقة على رواءة من جوه المركز أنا أحب الحاجات العلمية دي جداً جداً غالباً أحاول أن أعالج نقص فيه لأن أنا مطلعتش عالم فأنا أحب العلم أدعني دكتور محمود قلت لي بقى الأم التحدي قالت أن هناك تصرفات ما قبل وتصرفات أثناء وتصرفات ما بعد وقلت لي على أكواد البناء على سبيل المثال أكواد البناء فأولاً أنا بضع حضرتك وأسرة البرنامج تشرفونا في المعهد يا ربي خليك نفسي لا فتحت أمر حضرتك في أي وقت تشرفونا وتتطلع على عمليات الرزد اللي شغلها 24 ساعة دلوقتي بقى الديجيتال يعني ما بقيتش تجاكزت شوف أنا عجزت قد إيه بس أنا جواي عيل برضو الحاجات دي أشوفها كده في أرد مبهور أردك تشرفنا وكل فريق وتشوفوا المجهود اللي بيتم لأنه أنا مكلم حضرتك دلوقتي وفي ناس قاعدة ما بيتروحش طبعاً من ساعة ما ما اشتغلنا لحد دلوقتي من ساعة الشبكة ما اشتغل لسانس 97 لحد دلوقتي الشبكة القوامل الزلازل شغلت 24 سيفن زي ما بيقولوا've رائب المحطات ويشوف اي هز حصلت فين وكوتها كام وقد يكون تأثيرها ايه ونبلغ الجهات المعنية طبعا فدي كلها حاجات يعني احنا بقول الحالدة 24-7 طوارق ما فياش هزار طوارق ما فياش هزار والفترات العصيبة اللي زال احنا مبور بها اليومين دول بيبقى التركيز والسد طبعا انتوا مرقبين ومركزين جدا 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 بقى 900% وطبعا استاذ الدكتور جاد رأس المعهد اذا كان فيه ناس قاعدة في موجودة عشان بتبدل شفتيات عشان تستمر فهو متابع مع كل الشفتيات طول الوقت ده حبيبي وحبيبي الملايين اصلا طبعا انا بحبوا يعني قول لي بقى نعمل ايه يعني الحاجة بقى قبل اثناء بعد اقول مرحلة القبل الهزة دي دي اهم مرحلة لاني دي اللي بتاخد وقت شوية في الشغل يعني محتاج ان احنا نعمل عندنا كوت بناء مقاوم للزلازل محتاجين ان احنا نشوف تطبيق الكوت ده المواد اللي احنا نبني بيها نفسها ده تكون لها موصفات عالية قياسية مناسبة تمام ده الجزء اللي هو بنتكلم فيه على جزء او المباني او الانشئات لك نتكلم على الجزء البشري لان الجزء البشري قد يكون فيه نوع منه الهشاشة اللي تسبب اللي قد تسبب الزيادة او تزود الخسائق فالتسقيف التسقيف الناس والتعليم والتدريب التدريب يعني مش لازم من انا اقوله فيه كذا ولما يجي زلزال اعمل هو هيعمل دلوقتي او هيكون دلوقتي مركز معه لكن لما يتعمل تجارب افتراضية مرة واثنين وثلاثة ازاي يتصرف المفروض لما تحصل الكرسى يكون هو قريدي وإددوكيتد ازاي يتصرف مع الهزة يقدر يتعامل صح يقدر يتوجه صح ده نوازل التعليمات مفيش استخدام للأسانسير ما يتحركش وقت الهزة ان هو ياخد اماكن آمنة لو فيه تيبلز او مكتب او حاجة ينزل تحت التربزة او المكتب لحد ما يبتدي الهزة تتوقف بعد كي يبتدي يتحرك بهدوء ويخرج برا المبنى في نقاط تجمع لازم تكون معروفة ومحددة في كل مكان تكون بايدة عن المباني لازم نعمل جوه المدرس والجامعات تدريبات الحمال مدنية دي نتضرب ازاي نعمل اخلاق للمكان ازاي احمي نفسي اقف في انهي منطقة بالزبط جوه المبنى لو خرجت برا المبنى اقف في اي مكان بالزبط كل دي دي حاجات لازم تكون معروفة في كل مكان وكان الاول بيقولوا ان احنا لازم التدريب يكون في المدرسة لكن احنا دلوقتي بيقول لا التدريب يبدأ من البيت لازم الاطفال تتوعى وتتثقف ويتعرف ان دي فيه زلازل بتحصل وان الزلازل دي ان لو تصرفنا بطريقة كويسة مش هيبقى فيها خسائر ونحافظ على بعض ونحافظ على زملقنا طبعا فبالتالي دور البيت اكبر من دور المدرسة اما ما بعد ان احنا نتعلم الدرس كل زلزال بيحصل في كل منطقة طبعا بيدي درس جديد للمجتمع والعلماء فلازم احنا نتعلم الدرس كويس وواعد كده نبتدي ان احنا نستفيد من الريكرز اللي حصلت وتصرفات اللي حصلت نعرف نوقت الضعف كانت فين نبتدي نعليجها عشان لا قدر الله لما تحصل الزلزال مرة تانية يكون احنا استجابتنا احسن ووضعنا من حس المنشآت ومن حس التدريب والتعليم يكون مستوانا اعلى فبالتالي نحاول نقلل وحضراتكم في المعهد خط الدفاع الاول ربنا يوفقكم ويقويكم ويصبركم ويقدركم على الشغل 24-7 على رأي ما قلت انا بشكرك جدا من دكتور محمود ربنا يا فنك نورتنا وشرفتنا وتحياتي لكل فريق العمل في المعهد وعلماءنا الكرام شكيينوا في انتظار حالاتكم ان شاء الله دهنا جاي جاي نرهيش انتظار ان شاء الله اشكرك دكتور محمود صلاح الحديدي واستاذ المساعد بقسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يا بختنا في مصر بعقولنا وعلماءنا اوالله العظيم خلصت الحلقة لحد كده سواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10 اما احنا لو كان لنا العمر فنقابلكم بكرة ان شاء الله في نفس المعهد وبرنامجكم التاسعة سلامات موسيقى